السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في خليل اليوم عنا الخطة السحرية ننقل الاولرق الى الجزيرة هذي لكن الحين المدينة زينة انا ما اقول مش زينة بس يبالنا شوي ترتيب حق ننقل الاولرق يعني اول شي يبالنا مينة اذا بنسوي مينة هني لازم يكون عنا بلاتفورم او مسرة او مجرات تحت بالطريقة هذي زينة وابا اسوي شوي تكسيمات في المكان بالطريقة هذي شوفو تحت بطريقة هذي هذا الشارع الاساسي بخصوص المنطقة النفطية عفوا نحن راح ننقل نفس المنطقة اللي موجودة حاليا نجد من هني لين وين آآ من هني لين هنا بالطريقة هذي عسى تصير عندنا المنطقة النفطية منطقة طبعا بتكون كبيرة النفطية شوي بتكون ممكن محتلة هذا الجزء طبعا الكهرباء راح ينتخل هنا يا فكران ووائد اشياء راح تنتخل هنا هذي شو الحكمة من الحركة هذي الشارع الشارع يا اصدقائي الشارع ليش لانا راح يكون في عندنا خلنا نسوي شارع سيدة الشارع بالطريقة هذي شارع بالطريقة هذي شارع يا اصدقائي بالطريقة خلنا نسوي بالطريقة هذي شارع بالطريقة هذي وشارع بالطريقة هذي هني شوي الله يرين وشارع طالع لفوق طبعا إذا سوي بالطريقة هاي شوفوا الشارع شوفوا أنت يمكن تحسونه لا منطقي وفعلا هو شوي لا منطقي لأنه لازم يكون شوي نازل تحت صراحة طريقة هذه بس الوضع مش بالسهولة اللي أنتم متخيلينها إذا بسوي شارع ممتد نحن سوينا قبل الشارع اللولبي سوينا قبل ما بتكون أول مرة يعني نسوي شارع اللولبي صراحة طريقة هاي وخلنا نوصل لهذا الشارع وصل هذا الشارع بالطريقة هاي نحن هذا خيس هاي راح سوي لي مشاكل بس بخلي الشي الثاني أبو أسوي شارع ما يمد لفوق بالطريقة هادي شوفوا وهني مدخل المدينة اللي راح تنزل عليها أساسات أفكر المكان ضخم أنتم لا يغركم الشي اللي نحن نسوي نحن نسوي نحن نزيل بخصوص النفقة الصغيرة هذا شوية مضايقني شو راح أسوي راح أحاول أسوي بالطريقة هاي أمشيها مشيها ما عرف صراحة ننزيل المكان هذا راح يحتاج مجموعة أشياء أول شي نكسر هاي اللي كانوا موجودين قبل أثار تاريخية وهي السوال ما لنا حاجة فيهم الموضوع المشروع هذا راح يطول شوي فتحملوني المينة المينة بالطريقة هاي يمكن نخلص المينة تحت شوي هذا الأخير يمكن مالها داعي وخلنا نسوي المكان عدل الطريقة هاي نزيل في شغلتين أساسيات أول شي لازم ندخل الموصلات نحطي السفن سفينة كارغو العادية هني أوكي وهني بيكون امتداد نوعا ما حول الجزيرة للبترول لأن نحن كيف رسمنا الموارد كل مكان فتخلي بكل مكان نقدر نروح نقدر نحط ريسورس ما عنا اي مشكلة في الريسورس بس المشكلة راح نواجهها النقل والتصدير وهي الامور راح نواجه شوية مشاكل هذا شي متأكد من صراحة هذا هني للشاحنات واللي هو راح يسوينا أزمة عالمية ياخذون يوتير فبالتالي ندق على هذا المود ندق عليه ونروح للشارع اللي نبا أنا بالشارع اللي ما ياخذون في يوتير ندق على وندق الناس بتدخل هني من تدخل لازم تاخذ يوتير ما تقدر تلف العكس أحب إذا أسوي الشارع هذا نفس ما هو أن الناس من تدخل هذا المكان ما تاخذ أيوتير وخصوص الماء 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 نقدر نمد مكان هنا ونبدأ نصفف الماء على أساس قولي الجزيرة كامل لأن الجزيرة هاي كلها راح تستوي نحن يمكن نقدر بس نحطي المواني الأساسية حاليا وخصوص الكهرباء في كل اللحوال حتى لو نقلنا الكهرباء هنا نحن بنحتاج نحط الكهرباء من تحت الماء إلى المدينة الأساسية فبالتالي كيف بنسوي بنمد من الحين الكهرباء الأول مين في هنا وبيمد منا للمدينة كلها لأن كل شي موصول ببعض أساسا من نقطة واحدة طبعا في مجال وايد مجالات أن نحن نقطع الكهرباء نقطع الكهرباء نقطع هذه وهذه أساس تستوي بعدين عندنا مناطق سياحية هنا في أشياء يمكن ما تتغير وايد بس بنشوف المين يمكن ما يتغير مكان وايد في أشياء التم نفس ما هي وصلنا كهرباء للجزيرة الجزيرة يا جزيرة الجزيرة بتحتاج مجموعة خدمات يعني إذا أنا بحسبها من ناحية أمن وأمان هنا ما بقدر فهني بالذات رح يكون عنده خدمات الخاصة المكان هذا الأول عني بهني نوسع الشارع قد ما نقدر نضيق على الشارع اللي فوق بشكل لا منطقي نوعا ما هابأسوي هي وأييب الحاجز مالي الحاجز مالي شو بسوي فيه يا أصدقائي الصدقين راحيب الحاجز أنا ضيعت ولا شو آه آه اوكي أنا داق على موت وبنسكر المكان هذا وهذا المكان راح نغيره صراحة بما أن حطيت شارع ما كان في المخطط الأساسي واحد اثنين ثلاث اربع امس ست سبع ثمان تسع عشر بس دق كنترول اتش وبسوي من مستوى واحد من هاي تقريبا كنترول اتش من مستوى واحد نزين وهذا نفسه هذا 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 لازم نغيره ليش لانه لازم كلهم يكونون مستوى واحد الفكرة المينة هني شوي بسونها لا منطقية يمكن نوعا ما بس بس من اخلص انا اتصور بتعيبكم الفكرة ما للجزيرة شوي يعني نشتغل على مبدأ ما اشتغلنا قبل شوفوا كل شي نفس الشي بس هذا الحبيب شوي بعدنا على الموف التول انحرك هنا انحرك كله كنترول اتش انحرك هنا هذا الشارع بنرفع ويد ويد مرتفع الشارع هذا ويد بننزل لازم هذا الشارع زين فبالتالي بننزل بعض الاماكن اساس تناسب المسار اللي هم فيه بالطريقة هذي اذا هذا بنسوي هني زين ولا 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 مرات ما يضغط هكو الموت ما علي تسامح الموت وهذا يا أصدقائي راح نمد بالطريقة هذي هو كان أفضل لو سويت الدوار صغير بس حاليا أنا مش محتاجة الدوار الصغير الشي الثاني المنطقة البترولية نفسها راح تكون أساسها هني يعني نحصل لمكان طبعا أنا ياس أستعمل أربع شوارع أساسات المدينة هالمدينة طحيح بعيدة بس ما راح تكون خيالة الزحمة بس الفرق يالس ما قاعد ألعب أي تضاريس يالس أركب كل شي على التضاريس اللي موجودة هنزين ونش روح وننبنوا المبنى الرئيسي مالهم اللي هو هني ون ويل من داستري ونش بلدنك هذا نحطي وين وحدة من الأماكن لحظة إذا سكن إذا سكن خلونا نعدل لأن السكن لازم يكون مرتب أوكي السكن لازم يكون مرتب شو بسوي حس نحرك السكن أنا بخبركم لازم نسوي بالطريقة هذه طبعا منطقة جابلية مش متسامحة ويد في المواضيع هاي هذي بعدين بتفاهم إياها الشارع خلا يطلع من هني الين هني وصار عندنا منطقة إدارية وسكنية الحين اللي نحن بنسوي بننقل المنطقة اللي أصرا موجودة هني يشوفونها لأنها يعني مع الوقت خلاص لازم تستطيع منطقة شو منطقة مثل ما تقولون لحظة بحشيش لا بوسياكل خلنا نسوي شارع مهم بوسياكل يتريضون طبعا المكان بيكون في مينة ثانية من الحين أخبركم الطريقة هذي مو مشكلة أنت زبادة ما عندك مشكلة خلنا نسوي استبع اللعب يعني فلوس عندك كل شي نزيل الحين اللي نبقى الكهربا ننقلها من تحت فتق واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة مو مشكلة الحين المشكلة ما في ملتي سيلكت يعني مثلا أقدر شلهم كلهم شو شو بسوي بنحطي السكنات أول واحد هني وسكنات على الحافة بتكون نوعا ما بس بتكون حلوة بتكون حلوة السكنات يعني ما بتكون سيئة أبدا السكنات بتكون جميلة الأوفرد وأنا كنت كسرتم هناك وبدلتم هنا بنيتم كان أحسن أحسن صبر خلنا سوي الحركة لأنها هاي ما بتكذر صبر كم واحد باقي لي ها كم واحد تاكن خمسة أربعين 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 تسعة ثلاثين تسعة ثلاثين معنا واحد نهي ثراث أربع خمس ست سبع ثمون 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 هني نبو ثمونية غير خلنا نفتح المنطقة الصناعية نبو أكثر من ثمونية واقعيا نبو أكثر من ثمونية ثمونية خلنا ديكو ترول عير إنه ما تشوفين قاعد أبني نزيل أبو أبني هذا كم يأخذ من المساحة واحد ثلاث أربع خمس سبع واحد ثلاث أربع خمس سبع حبة حق البناء الطريقة هذي نحسبها شوي شوية تكون فيها حسبة يعني زين هاي برجعها شوي داخل زين وبني بشارع ها بوسياكل ولا آه هذا ما حشيش عفوا عفوا نبو أبوسياكل عالحين بنبدأ ندلعهم الخاطر ترى صبر هل بترول بيشوفون دلع عالحين دلع ودنيا زين قلنا نبو ثمونية غير ثمونية غير نحن ما نبو نحن نبو واحد ثلاث ثلاث أربع خم ست نزيل نحن عدينا لين هني بعدين قلنا ثمونية هني ستة نزيل بنمد الشارع بعد بالطريقة هذي شوفوا ركزوا معي بسم الله أيوا هركب سيدة وبنسوي هاي المقابل هاي المقابل البعض واحد ني ثلاث أربع خم سبع اخس واحد ني ثلاث أربع خمس ست سبعة بحبة أنا أنا مدني الحركات ترى الحركات ترفع ضغطي ما سويت بالطريقة هذي نزيل واحد سبعة هاي 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 المسافة بنسويها بالطريقة هاي وبننيبها هني نايس 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 ست عندها مسكن على ممرات شو سياكل بالطريقة هذي نيبه هني شوف قلت لكم أنا هاي شغل هاي بتطول شوي زين الحين اللي نقدر نسوي نكسر هذي اللي هني زين كلهم زين ما با ولا واحد فيهم ونبه المواني اللي تحت المواني اللي وين اللي هني نبه نبني مين هناك كم قاعدين نبني مين اوف قلت شا تلعب مين ثاني مين ثالث رابع خامس كم اقدر حطي سادس قدرت احطي ستة بحطي كم ستة وهي اللي راح يكون لهم امتداد خاص فيهم زين لكلهم يعني ان شاء الله يطلع نفس اللي بباري في البحر اذا نفس اللي بباري بيطلع حلو ويد طريقة هذي ونقدر انوصلها من الوسط اساس ما نسوي زحمات زحمة زين والنيب هني من الوسط نسوي مينة بالطريقة هاي شوفوا والله جميل طلع صافين جنب بعض هلو نشغل اللعبة شو يستوي يستوي العالم ساكن هني هنزين الحين المينة ما خلصنا المينة نبن مدة شوي لين ورا هنزين ليش لانه عندنا مباني ثانية مش هالمباني الوحيدة اللي عندنا رح نباها نجدين المباني الثاني رح يمتد من هذا الشارع فوق ديريكت بس بنيب له ضيخنا هذا بالطريقة هذي وبننزل البحر اللي هني بس ثواني وبنحطي مينة سكان الهاربر هني بالطريقة هذي لا بخلي شوي يمين يسار عساس او يمين عساس اخلي مكان حق الشيء ثاني في المستخبل شارعين لا يمكن الالتفاف منهن طريقة ايه خلنا نشوف كيف اقدر انزلك كمانا كيف اقدر انزلك من يعني طريقة هاي بتنزل بالطريقة هذي ونقدر نسوي الشارع امتداد طريقة هاي بخلي مكان فاضي حق السكان اللي راح ينتخلوا عن طريقة البحر نزيل شوي المكان مصفع بس بعدين يعني شوية ترتيبات شوية هذا بيضبط ما عليكم امورة طيبة نزيل الحين صار عنا مكان بترولي ضخم صح وصار عنا مكان شحن ها راح يشتوي زحمة جدا امورة طبعن امور امور لن امور از امورًا امورة طوMs اشتركوا في القناة 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 إذاً مدّة لين؟ لين؟ يعني بالطريقة هاي. زين نياسة نزلها ليش مو يستنفق؟ أنا هذا اللي مش فاهمنا. قبل كان عندي تول اللام فاق و... للأسف الحين ما عندي إياه. بس التول هذا مش أوكي أبداً حالياً. هذا أبداً مش أوكي اللي أنا قاعد أشوفه أبداً مش أوكي. فبالتالي شو بسوي؟ بسوي بقص الشارع. بقص الجبل. أو 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 نقدر نسوي نفس السبب. 1-2-3-4 فوق السطح. بالطريقة هذه أبداً أدور مكان أقدر أمشي عليه. أيوة. والطريقة هاي. مكان خطير جداً للي بيمشي أفكره. وشو بنسوي؟ أماكن لنفس هذه. عليها كنترول إتش مع هذا. بيستوي نفق شو؟ مش نفق يعني بيستوي ممر غصب. إنه نقدر ندى كنترول إتش كنترول إتش كنترول إتش كنترول إتش. كنترول إتش كنترول إتش. كنترول إتش وننبهم كلهم على قياس هذا. خسي، يخسي الشارع. خسي الشارع خسي الشارع The T-Selfa يبالاً وايد ترتيب وايد ترتيب يبالاً زي هذا بعد برد رتبه شوي 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 بيترتب ما عليكم خلا بس نسوي فيه نحناء بسيط حق الشاحنات وتعال نفس صديقي اللي هني وهني راح يكون منطقة اللي هي الريساكلينج مال الجزيرة بيكون هني ان شاء الله ما حد يطيح من فوق وسيسوي ان حوادث هيك عامل كار عمره وينتحر هاي بعد مصيبة ثانية انزيل خلنا نشل هذا والنيبة اهني بالمجمل انتو عارفين الفكرة العامة الحين انتو عارفينها فكرة العامة للجزيرة فيها شوي تركس يبالها شوي تشغل مش البساطة يعني اصلا نخل البنية التحتية يبالها تمديدات ويد مش شوية تمديدات اللي راح نسويها في الجزيرة فمعلي تحملوا شوي انزيل الحين هذي راح تشتغل ان شاء الله راح اشتغل اخر مرة اول وياي لان اشتغل الصراحة بس اشتغل انزيل المكان هذي على غلب راح يكون نووي وهني لازم تكون عندنا مدينة صغيرة وهني وردي مفروض بادي زحمة شوفوا يزحمة في المكان الحين انا هالزحمة اباها انا هالزحمة صراحة اباها ليش يوم مهني خلاص تعلم اهني الا يعني عناد موت يوم مهني ولا شو ما فهمت ليش يروحهم فوق هني كارا انتو اللي شو ما فتكم منزيل مو مشكلة الحين بنسامحهم على مختلفة ايداهم منزيل المكان هذي ممكن نستفيد منه في اشياء ثانية يعني بما انه نحن ما نحتاج المكان يكون فوق حاليا نقدر تسوي تسطيح في المكان هذا لان اردي نحن فوق يبل اوكي تقولوا خليل تناقضنا فستقبلوا شوي تقول شي والحين شي لا لا تيمن ليبل ما راح يختفي بس في تعديلات راح تستوي لان اهم شي نشوف كل شي على الطبقات هني بالنسبة لي بيشر يخربون يعني لاتوقع البشر من استوو نخرب الدنيا توقع اني بيبعدل الدنيا الحين يعني ننزيل هذي بالطريقة هاي شوي منطقي اكثر احلى شكلها ننزيل الزوايا الحادة شوي ممكن نبدأ اشلها وال كيف ينزلون هذا اللي هو صدق تعرفون شو يا ابو العيد من زمان هذا شو خباره ملتبل بروبلمز ما عندك ماي يا الله من عيوني ما علي بابا ما سوي بسوي لك ماي انتهى اوكي كهربا ما عندك بالنيب لك نزيل جاربج موجود التغطية على الجزيرة كاملة شوفوا الاحين نحن بدينا بشي يعني اه شوي ولا يعني تكتكة خلا نسوي بس هذا نسوي الاسموذ دون وانني بالشارع الرئيسي مولنا من اهني هذا يحبذ اغير مكان هذا الشارع بطريقة هاي هني واسوي هني وامسح الشارع هذا بكبره اساسا لانه وايد قريب التقاطع اللي قبله وما ينفع وهذا الموضوع بكبره نحاوله دور مركزي بالطريقة هذي هذا مو مشكلة هذا تعالوا اسحبوه شوي ورا طريقة هذي ان شاء الله يعتدل ايه نوعا ما ممتاز نقدر 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 نسوي كليك شوفت كليك 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 كتول كنترول أتش مواني بالايد شوي بس مو مشكلة هذا ليش هذا اللي في الطريقة هذي وهذا ين provinces خلق البطر التحت تحت 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 تاchine تحت تحت وهذا ينزل التحت وهذا ينزل تحت استوى عندنا ممر نوعا ما سلس ونقدر نسوي نفس العملية الاولية فيه ونزيد ثلاثة المكان وكذلك الوضع بالنسبة لهذا نسحبه شوي وراه ما بقولكم احسن من قبل لانه مش احسن من قبل لانه من قبل كان تعبان اساسا طيب الطريقة هاي شوي نقدر نزل وصحة تقالي شارع مبسيدة ترى ما في شارع اسران في الواقع سيدة انتوا لو تمشون يعني وين شوارع سيدة مربعات تشوفوا صعب جدا هاي بالنسبة للبنية الاساسية لجزيرة البترول الحين لازم نسوي هنين مدينة البترولية هذا فيكون ان شاء الله في الفيديو القادم وبنكمل الخدمات ان شاء الله وبنشتغل عليه الشوپنك من الخاطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته